السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ أول محاضرة من محاضرات مادة الفاينل محاضراتي أنا في مادة الفاينل بالنسبة لمحاضر رقم 12, 13, 14 إن شاء الله سينزلوا لكم من يوم الأربعة وقبل يوم الأحد سيكونوا جاهزين كاملات 12, 13, 14 هسا بالنسبة لمحاضرات 15, 16, 17 اللي هم البروتين ميتابوليزم ما لهم علاقة في محاضرات 12, 13, 14 اللي هم الليبيد ميتابوليزم فإحنا بلشنا في البروتين عادي يعني ما لها أي دخل في الليبيد ميتابوليزم إن شاء الله ورح نشوف إن شاء الله ونمشي مع بعض ونتمكي من المادة بالنسبة لإمتحان المد أول شيء ألف مبارك علاماتكم ما شاء الله علامات يعني شيء فخر يعني شيء مرتب ولازم تفرحوا فيها هاي يعني تكون دافع أنه تشدوا بالفاينل أكثر وأكثر عشان تلاحقوا رمز A plus A وما إلا ذلك في كثير يعني سألوني إنه إحنا درسنا كثير يعني فيه يعني كم من واحد كان يجي يحكي لي إنه إحنا درسنا كثير وهذا بس حسين إنه العلامة بالنسبة لدرستنا مقارنة في علامات الطلاب مثلا ما كانت مرضية بالنسبة للموضوع هذي يعني أنا حكيت عنه كثير كثير حكيت عنه زمان وهذا هو مش موضوعنا في البيو كيم فعلا ولكن يعني هو موضوع يعني مؤرق لطالب الطب فعليا إنه أنا بدرس كثير بس ما بجيب علامة مثلا الفكرة إنه الدراسة يعني هاي لازم يكون عارفينها إنها مفروض تكون quality not quantity تمام؟ شو يعني؟ يعني أنا دراستي بدي أدرس بquality عالي مش quantity مش الموضوع إنه أدرس 12 ساعة لا والله في طلاب بدرسه ست ساعات وخمس ساعات وأربع ساعات حتى ممكن وبتلاقيه بنزل المادة اي بلس أو ايه؟ في واحد بدرس 12 ساعة وبتلاقيه نزلها اي من الناس طب شو الاختلف؟ شو لهذا؟ الفكرة تمام؟ الواحد بدي درس بدي يفتح مخه كل تركيزه كامل يحاول يعني في بعض الأشياء في بعض الهينتس اللي بيكون محافظها لحاله وحاطها لحاله في بعض الهاي لائتد محدد شغلات في المادة هاي لائتد إلو عشان يتذكرها والله هاي ممكن أنسي يعني أنا مثلا بدرس الانتحان على سبيل المثال انتحان سيستم 50 محاضرة مش منطق إني مثلا أدرس 50 محاضرة هذول يكونوا معي دخلات مثلا 50 محاضرة على الميد أو 40 محاضرة على الميد والفاينل هما بكونوا كاملين سبعين يعني مع الخمسين برضو كمان عشرين عليهم بصيروا سبعين بالفاينل كاملين مش منطق خلال أقل من أسبوع اللي هو بكون الميد والفاينل أروح أراجع كل اللي أخذته في الميد لا مش منطق أنا وأنا بدرس في الميد والله بحط والله هاي ممكن أنساها بحط والله على الورقة على الواتس اب نفسه بعمل مجموعة محالي وشو اسمه بحط والله هاي ممكن انساها هاي بحطها هاي بحطها هاي بحطها هاي بحطها هاي بحطها وباجي قبل الامتحان براجع الشغلات اللي ممكن انساها والشغلات المستحيل انساها بكون مش حاطة فهيك يعني الواحد زي ما حكينا دائما quality not quantity فيها تجود فيها تعب ولكن اكثر انها تكون quality not quantity خلينا نبدأ بناشى نطول نبلش في protein metabolism this is the first lecture in protein metabolism we will discuss protein metabolism in three lectures so this is the first one introduction to amino acid metabolism the main role of amino acids is in the synthesis of structural and functional proteins يعني بقول لي هدف الامينو اسد الاساسي الهدف الاساسي من الامينو اسد عندي اللي هو صناعة البروتينات مش حكيانا احنا المسل عنا اغلبها بتكون منه proteins مزبوط فهاي البروتينات كلها من هنا تيجي من الامينو اسد الانزيم اللي كنا نحكي عنها حكيانا mainly it's a proteins فان كثير شغلات البروتينات في جسمي الانزيمز البروتينات البروتينات ساعة المسل بشكل عام وتطول القائمة يعني فكل هدف الامينو اسد هو صناعة هاي البروتينات فعلى عكس بقولي الكاربوهايدريت وعلى عكس الفات اللي حكيانا عنهم مثلا الكاربوهايدريت سما كنا ناخذ الجلوكوز حكيانا الجلوكوز اذا صار عندي كمية تزيادة شو بسو فيه بخزنه في مكان في الليبر شو سميناه سميناه بخزنه على شكل غلايكوجن مزبوط طيب الفات حكيانا مش الفات بتزيد 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 في الانتجرياشن حكيانا try acyl glyceride وين من خزنه من خزنه في الادبوستيشو الخلايا الدهنية الوايت اديبوستيشو طيب البروتينات هالالهمة كانت تتخزن في اكتولي the protein can't be storage مستحيل انخزن can't be stored يعني مستحيل البروتينات تتخزن تمام the protein of the proteins can't be stored مستحيل انها تتخزن البروتينات هي بتدخل في صناعة والله المسل بتدخل في صناعة الهو البروتينات المسل الانزايمز ولكن احنا ما في عندنا مكان في جسمنا يخزن هاي البروتينات عمليش سمعت انه والله جسم مخبيره شوية البروتينات بس يحتاج بطوله لا الجسم اذا صار فيه fasting صار فيه صيام لا ببلش يكسر البروتينات اللي هو مستخدمها اكتولي ببلش يكسر انزيمات ببلش يكسر البروتينات المسل ولكنه ما بطول اشي مخزن تمام هاي نكون عارفين هاي very important vi تمام هاي no storage form of protein vi very important a 70 kg man has an average protein turnover rate of 40 400 gram per day شو يعني turnover انا نعرف شو يعني turnover turnover يعني الفكرة انه انا عندي البروتينات بسر لها ايش بدو سر لها catabolism بتتكسر صح لاماينو اسد وهاي الاماينو اسد بدو سر لها anapolism حكينا هاي building blocks اللي رح يسر لها anapolism anapolism اللي هي ايش بناء فببني منها بروتينات فبقولي الاماينو اسد هاي اللي هي بطولها من البروتينات وبشكل عن البروتينات بتكون 400 جرام turnover turnover يعني بتلف يعني 400 جرام بتكسر وبرد بتكون بتكسر وبرد بتكون ولكن بظله ثابت 400 جرام تمام يعني اللي بتكسر نفس نسبة الاش اللي بتكون كسر 50 بتكون 50 كسر 100 بتكون ولازم تضل نسبة ايش لازم تضل كمية البروتينات 400 تمام تمام هاي the same amount synthesized and the same amount broken down بتكسر the non-essential amino acids are either derived from the diet and or synthesized in the body and the essential amino acids are obtained from diet فهم بحكي لي عندي نوعين من الاماينو اسد هذول عندي نوعين في الاكتشولي عندي عشرين اماينو اسد انا بجسمي كامل كلهم عشرين اماينو اسد بنقسمه لمجموعتين مجموعة فيها اتناشر حبة ومجموعة فيها ثمن حبات المجموعة اللي فيها اتناشر نوع من الاماينو اسد بنسميها non-essential non-essential شو يعني non-essential يعني الجسم بقدر يصنعها بنفسه طيب هس بدسأل سؤال هذا بكون غايب عن كثير من الطلاب يصنعها ما بقدر يُقِدها من برا Number 2 يعني هو بس بصنعها ولكن ما بخِده من الجسم لا هذه المعلومة خاطئة الجسم بصنعها وبيخِدها من الجسم So they can be able to take it الهو بصناعها وبقدر يخِدها من الجسم يعني الها مصدرين كم مصلر يليها مصدرين estincel الإلها مصدرين من ال setzt ومن الصناعة من الجسم نفسهم أما so go essentially اللي هم معدادهم ثمانية الجسم فقط بيقدر يحصل عليهم من ال دايت ما بيقدر يصناعهم لذا ان له مصدر واحد وعشان نفاجئكم اصلا إسنشال والنسينشال اجا الاسم من الدايت نفسها الدايت ش Pass Theeta أجا الاسم من الدايت نفسها الدايت يعني نيوتراتيelen результат لفهم يقول لي y laatstePhonha nutritional not essential وChallelخ Neutreayıerturity اصلا هو اسمها يعني يهي مفروض يكون هون قبلها nutritional倫 nutritional plane y recibir non-essential يعني مش ضروري تأخذها من الغذاء nutritional غذاء y مش ضرورية طفوع من الغذاء المهم الى هم يصنعهم الجسم اما الإسانشال الهم هؤلاء الثمانية هذول ما بقدر يصنعهم بالجسم فحكيناها نيوتريشنال اسنشيل يعني ضروري تحصل عليهم من الغداء. زي ما حكينا طب شو يعني وشو يعني فهون انا حاب ارجي نشوف الصورة هاي اللي هي ممكن تعبر اه كثير انا جبتها ممكن تعبر على الموضوع بشكل ممتاز هاي بول بول يعني زي ما حكي وعاء او شغلة زي weakness هذا عبارة عن بول تمام نعتبر هذا هو الاماينو اسد نعتبر هاي المي اللي هي او هذه الحبات الزرقة هي الاماينو اسد فهذا الاماينو اسد بول هذا الاماينو اسد بول من وين بنصب فيه هاي انا في اشي قعد بصب مزبوط اللي هم البروتينات البروتينات لما تتكسر شو بتعطيني? تعطيني اماينو اسد فبتصب في الامينو اسد. طيب واللي بطلع من هذا البول اشي بخرج من هذا البول اللي هو زم حكينا انابوليك اللي هو صناعة الاشياء من الامينو اسد سواء اللي هو بحول هذا الامينو اسد لبيروفيت او اي موقع من كريبس سايكل وبصنع منه جلوكوز او سواء بصنع بروتينات ثانية ولكن ولكن نعرف انها دايما انستيدي ستيت. شو يعني انستيدي ستيت? يعني اللي بتكسر نفسه اللي بتطلع بكمية ثابتة بكمية بتحافظ على الامينو اسد بول كميته ثابتة زي ما حكينا بالنسبة لل 400 جرام 400 جرام تاعت البروتينات نفس الفكرة الامينو اسد زي ما حكينا قديش كمية صناعة البروتينات نفسها ايش تتوازن مع كمية تكسير البروتينات so that نايتروجين بولنس is maintained. ليش قال لي نايتروجين بولنس? لانه الامينو اسد تحتوي على NH3 جروب اللي هو تحتوي على نايتروجين فالنايتروجين بولنس is maintained. فهون بس بديو رجيني فهي الصورة انه البادي اماينو اسد بول هاي هي البركتات الامينو اسد تحتوي على 100 جرام فانا هيني سينثيس اوف بروتين 400 جرام صناعة البروتينات اما هون اللي هو انا هون انابولك يعني بدي استخدم بدي اشيل من هاي البول بدي اناقص صح طب مين اللي دو اضيف عليها بكسر البروتينات بكسر زي ما حكينا هاي البروتينات 400 جرام فكل هاد رح يطلع تقريبا 300 الاربعمية سينثيس اوف بروتين او كيتو اسد تعطيني جلوكوز وما اريد ذاك هسر هنفوت ع التفاصيل هاي فالفكرة انه اللي بطلع قديش بطلع قديش بفوت نفسه ستيدي ستيت تمام اللي بفوت ممكن يفوت عليها من تكسير البروتينات غالبا زي بحكينا اما اللي بطلع بطلع في صناعة بطلع كيتو اسد كيتو اسد بفوت ع كريبس وبعطيني غلوكونيوجينيسيسيسيب سلو الاكسيدياشن بعطيني انيرجيي نن بصنع منه نن اسد ثانيات فالاماين واسد ممكن اصنع منه اماين واسد ليش اصلا بحكينا اسندشل ونون اسندشل اسندشل بحصو عليهم من الديت وممكن ابني فيهم بروتينات ممكن احول اسندشل لن اسندشل كيف رح نشوف فهي هون بحكي لي يعني باختصار انه كل الاماينو أسد كميتهم قليل جدا في البلازمة انه انت نادر ما تشوف هاي الاماينو أسد وين في بلازمة الدم في بلازمة ايش في البلازمة بتاعت الدم فكميتهم واحد قليل جدا الا اثنين اللي هم الاغلوتاميك أسد والاغلوتامين وليش هذول الاغلوتاميك أسد والاغلوتامين ونشوفهم بكمية كبيرة راح تلاقوا انه جاوبنا على السؤال في نهاية المحاضرة تمام طيب تكسير البروتينات المسل اللي هي اللي تعطينا الاماينو أسد للتيشو المختلفة ومين بتذكر اهم بروتين للمسل بتكسر اللي هو لما نكسر البروتينات ونطلع الالانين تذكروا في الكاربوهايدريتز ميتابوليزم حكينا الانين بايروفيت سايكل اللي هي كان مسل بروتين كسرنات طلعنا منها الانين ودينا على الليفر الالانين صار بايروفيت والبايروفيت غلوكو نيوجينيسيس صح؟ فمعناها مدام وديت على الليفر إذن مكان التخلص من هاي الاماينو أسد وين في الليفر إذن ليفر is the site of disposal التخلص فهم بحكيلي في الفاستينج ستايت مش قولنا من بلش نكسر البروتينات تحت المسل فعشان نطلع ايش زي ما حكينا مينلي بطلع بروتينين اثنين امانو أسد الانين وغلوتامين الالانين حكينا الانين بايروفيت سايكل اللي حكينا عنها بودي الالانين على الليفر هاي الالانين is taken up by the liver بتحول لبايروفيت والبايروفيت بيصير ايش بيصير عن طريق الجلوكو نيوجينيسيس بيصير جلوكوز أما لغلوتامين فراح يروح على الكدني ليش رح يروح على الكدني عشان ناخد منه طاقة ورح نشوف كيف بالتفصيل لقدام فهون بيحكيلي الليفر شو بيسوي فعليا في الالانين الالانين ذاكرين شو حكينا الليفر بيعمل بيعمل transamination للالانين او deamination للالانين رح نشوف شو الفرق بين transamination و deamination المهم الفكرة انه بنزع من هاي الالانين NH3 NH3 لهي الامونيا هاي الامونيا مركب سام حكينا وين ديروح بديروح على اليوريا اليوريا او اليوريا اذا بيروح على اليوريا اليوريا هاي ايش مالها هاي بتكون عملية التخلص من كل الاماين هاي الامونيا عن طريق اليوريا فبفوتها في اليوريا سايكل رح تخذوها ان شاء الله المحاضرة القادمة واليوريا سايكل رح نفوتها على اليورين ومن اليورين على البول تمام؟ اللي هو أصلاً اليورين هو البول بالعربي تمام؟ فـ NH3 رح تطلع من الالانين لما تطلع الـ NH3 شو بيصف عندي؟ بيصف عندي الكاربونسكيلتون يعني اللي هو الكيتو جروب مش حكينا عنا أماينو أسد وعنا كيتو أسد كيتو أسد اللي هو نفس الأماينو أسد بس بدون NH3 يعني كله كربونات كله إيش كله كربونات وفيه كاربوكسيل جروب هس رح نشوف بالتفصيل فالفكرة أنه رح يطلع هذا الكيتو جروب زي مين؟ أشهر كيتو أسد بايروفيت تمام؟ فالالانين سحبنا من الـ NH3 صار كيتو أسد شو يجب كيتو أسد؟ بايروفيت بايروفيت هل صنعنا منه بلوكوز عن طريق لغلوكونيوجينيسيز البريين بوخذ لبرانجد 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 رح نشوف بعدين بس هينو علومهم أنه لبرانجد 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 واحد ماكله شبعان لبرانجد برضهم بقل لي برضه بريين و المسل بأخذو لبرانجد لبرانجد من البريين في حالة المجاع و في حالة فتضيف حالته اللبريين و المجاع اخذت هنتم بني بروتيناتها وتبني بروتيناتها هل عشان يبني بروتيناته؟ رح نشوف قدام إن شاء الله and release glutamine and alanine فهما لما يأخذ branched chain amino acid راح يعملوا release لل glutamine وال alanine طب يلا بعد ما أخذت المسل والbrain branched chain amino acid راح نحكي عنها لقدام طلع عندي إشو اسمه alanine و glutamine وين راح يروحوا؟ هسا كنون نحكي عن حرام الواحد ينسى alanine على liver glutamine على kidney glutamine is delivered to the kidney to aid in regulation of acid based balance راح نأخذها بعدين تهتموش فيها كثير ولكن إذا ال glutamine هدفه regulation of acid based balance أما الالنين مروح على ال liver فبتحول الالنين لبايروفيت والن H3 بتروح على اليورية سايكل وبتطلع مع اليورين تمام لحد الآن؟ تمام التمام We have something called the amino acid pool حكينا اللي هي بركة الامانو أسد واخذناها في الصورة زيها هاي حكينا عنها بالتفصيل ما فيش كل مناصة إذن هاي الفقر بورجين الامانو أسد بول حكينا بصب فيه شغلات وبطلع منه شغلات اللي هو من ال diet بتصب بفوت من ال diet بروتينات تتكسل الامانو أسد أما ال body protein برضو بصير لها كاتابوريزم بسين تهي عمرها وتتكسل الامانو أسد فقديش عدد اللي بصبه؟ قديش عدد اللي بطلعه؟ نفسه تقريبا لازم يكون في steady state عنا راح يتكون من الامانو أسد هاي امونيا راح ممكن يتكون بلازمة بروتينز body proteins circulation كون هذا راح نشوفه بالتفصيل ولكن نعرف انه العدد قديش فات قديش طلعه بالظلط اللي هم steady state بناتو now as a quick recap and to take an overview of amino acid metabolism see the figure below and the notes preceded by about the general metabolism of proteins فما بحكي انه اطلع على هذا الجدول وشوف هذا ال general metabolism of protein يعني هذا كله اللي راح نحكي عنه في الثلاث محاضرات تعون لبروتين metabolism فعندي الامانو أسد بول هاي الامانو أسد بول اذن هذا هو الامانو أسد بول اللي هي قلنا بيركة الامانو أسد نعتبرها بيركة هاي بيركة الامانو أسد راح يصب فيها اكلت بروتينات اكلت بيض البيض في اكتر ايش بروتين صح مش يقوله اخد اه مثلا كل بيض ليش كل بيض عشان يعطيني بروتينات فالبيض في بروتين بتكسلت بروتين لايش لا essential هاتس بيديو احد يقول لي نمن essential اه ولا essential ها دياتري بروتين تحتفى على essential ولا نمن essential اقول لك الجواب الاثنين وبذكرك تخربطوش فيها تخربطوش فيها الدياتري اللي بياخدوا بالاكل essential ونن essential اللي بصنعوا الجسم فقط النن essential تمام النن essential لانه مصدرين الاستنشل كم مصدر له one source only one source تمام فالدياتري بروتين اما البروتينه بتكسر برضو بتعملنا اماينو أسد حكينا قد منصوب قد منطلع فصبين هاس الامانو أسد شو بنعمل فيها نحولها من اماينو أسد لامانو أسد ثاني ممكن اصنع منها يطلعوا كم شغلة رح نحكي عنها ممكن اصنع منها الهيم الهيم تاع الحديد اللي هو الحديد في الجسم اسمه هيم تمام الحديد في الجسم رح نشوفه في البيلاروبين هاته تهتموش فيها كثير ممكن اصنع كيراتين بورينز بيرميدينز نيورو اترانزميتر هورمونز اثر نايتروجيني كل هذا رح نحكي عنه بالتفصيل فدونت وري كثير عليه تمام ممكن برضو الأماينو أسد نفسه اطلع منه الاناتش ثري زي ما حكينا وشو بيصير بيصير كاربونسكيرتون اللي هو كيتو أسد كيتو أسد زي البايروفين صح فحكينا طلعت الاناتش ثري واندا تروح على اليورية اليورية سايكل بتلف وبتخلص بعدها بتديني وين اللي هو فضلات على اليورين اليورين اللي هو ايش اللي هو البول تمام فالكاربونسكيرتون حكينا هاي طلعت الكيتو أسد شو بسو فيه زي البايروفين تذكر زي الكيتو أسد بايروفين شو بسو فيه بدي ايش غالبا غالبا ده اصنع منه غلوكوز هاي علضو شوي هايها مكتوب هون غلوكوز ولكن مش واضحة تمام هاي غلوكوز ولكن مش واضحة كلمة اذا يا بصنع منه غلوكوز يا هسا نحكي عن شغلي فالكاربونسكيرتون اللي هو الكيتو أسد اللي هو زي البايروفين بس هو مش شرط تكون بايروفين فيه انواع كثيرة ولكن احنا نأخذ مثال البايروفين هسا الكاربونسكيرتون اللي طالع من الأماينو أسد نوعين يا اما بكون من غلوكو جينيك أماينو أسد يا اما بكون من كيتو جينيك أماينو أسد مين بتذكرهم حكينا الغلوكو جينيك اسمه غلوكوجينيك من غلوكوز فبيقدر يصنع غلوكوز الكيتوجينيك حكينا اسمه كيتو لأنه ما بيقدر يصنع غلوكوز حكينا نذكر كيتو من كيتون بادي كيتون بادي معناها فات فات معناها أسي تلكو إيه طب غلوكوجينيك غلوكو من غلوكوز غلوكوز معناها بدأ صنع غلوكوز فمعناها غلوكوجينيك أماينو أسد اللي هي طالعة من الأماينو أسد بعد ما شلنا الأنشتريه ترعط الكاربونسكريتون الباقي من الجلوكوجينيك أمينو أسد راح تعطينا أشياء تصنع منها إيش؟ جلوكوز زي البايروفيت زي الألفا كيتو جلوتوريت وتطول القائمة من فيوماريت وماليت وأسبارتيت وما إلى ذلك وكل الكريبس انترميديايت أما الكيتوجينيك هي اللي بقدر أصنع منها أسيت الكوية الأسيت الكوية يا بصنع منها فاتي أسد كيتون بادي اسمها كيتوجينيك بصنعها كيتون باديز أو بفوتها على كريبس سايكل سيتريك أسيد سايكل وبحرقها عند خطوة اللي هو كيتو جلوتوريت بحرق الكربونتين وبطلع طاقة تمام؟ تمام فحكينا الأنابوليك رأيكشن هدفنا من الأنابوليك اللي هي صناعة بدي أصنع بروتينات غالبا أنابوليك رأيكشن where protein are synthesized synthesis of specialized products such as heem فممكن أصنع الهيم قلنا ممكن نصنع من الأمانوأسيت حديد صاهرولا إذن حكينا ممكن نصنع من الأمانوأسيت حديد ممكن نصنع كيراتين ممكن نصنع بيورينز و بيرميدينز والله أحكي سريع شو هم اللي بيورينز و بيرميدينز اللي هم الأشياء اللي بتدخل في تركيب الـ DNA أفوت في التفاصيل؟ بديش تفاصيل بس يعرفوا أنه البيورينز و بيرميدينز هم الأشياء اللي تدخل في تركيب الـ DNA طب واحد بيقول لي والله بدار التفاصيل بيقول أنت بتعرفهم ما أنت أخذتهم في البيولوجي أنت أخذتهم في الأحياء شو هم؟ حكي لنا إياهم بيقول لك يالله ألانين؟ لا مش ألانين لعد شو؟ معناها هم القواعد النيتروجينية الأربع اللي كنا نوخذهم اللي هم الـ A والـ T والـ G والـ C تمام؟ هذور هم إذن القواعد النيتروجينية الأربع اللي كنا نوخذهم الـ A والـ T والـ G والـ C وضيفنا عليهم الـ u اللي هو الـ uracil لما يكون في الـ RNA كلهم هذلها في الـ DNA والـ RNA ولكن الـ uracil مين اللي بكون بس في الـ DNA وبكونش في الـ RNA الـ thymine thymine فقط للـ DNA وليس الـ RNA فبدل thymine دائما إيش بلاقي uracil تمام؟ طيب هذا هم البورين والبرمدينز مين هم البورينز؟ البورينز يلا والله خلينا نأسسكم ونذكركوا في الماضي البورينز هم الجي والـ A هم الجي والإه تمام описании طيب البرميدينز مين هم البرميدينز البرميدينز هم الثايمين سايتوسين يوريسيل اليورسل تمام هدون هم البرميدينز والبيورينز البيورينز بكونوا حلقتين و بكونوا حلقتين هكذا ملزقات في بعض البيرمدينز بكونوا حلقة ملزق حلقة لحالة البيرمدينز حلقة لحالة طايمين سيتوسين يورسين البورينز حلقتين ملزقات بعض قوانين و أدنين تمام؟ هذول هاي خلصني لها خذنا محاضرة جنتيكس محاضرة رقم 1 جنتيكس يلا يرايحتكم منها كيف بس طيب كتابلك راكشن كتابلك راكشن ويستمرون تكسير الكتابلك راكشن تدع منها أمينو أسد وعبي الأمينو أسد بول راكشن واذكركم فيه حكينا حكينا الحكينا حكينا الألنين صح؟ الألن هه谢ما تدخлюс هاي أخيموها بسميها نعقل她 transfer بنقولها هكينا trans amines الناقل trans amines اللي بنقول فشو اللي بنقول الامين إذن trans amines معنا دونقول amino group فبنقولها من amino acid لوين لكيتو acid فالكيتو acid بصير إيش بصير amino acid اللي هو بعد ما أخذ الانه 3 والامانه 3 بعد ما فقد الانه 3 صار كيتو acid أماينو acid لكيتو acid بصير كيتو acid لأماينو acid تمام فبدلوا يعني تمام فأخذنا مثال اللي هو الالانين فالالانين لما تلعت منه الانه 3 لهو كان اماينو acid للالانين صح فلما تلعت منه الانه 3 شو صار اسمه بايروبت لمن وداها وداها لكيتو acid هذا الكيتو acid صار اماينو acid وحكتلكو تهتموش فيه راح نوخذ بعدين فخلينا احكيلكم يا هسه لانه راح نوخذه هسه فهو اكتولي بعطيها للالفا كيتو جلتوريت والالفا كيتو جلتوريت اللي هو كان في كريبس سايك انت تذكروا هذا كيتو acid فلما اعطينا الانه 3 صار اماينو acid صار اسمه تمام بالتفاصيل راح نوخذها لتحت كمان صفحتين تمام بنقدر نصنع منها الحو نحطول لعناها هون بدناش تخربطه فقط بقدر اصنع ما بقدر اصنع الاستنشال اماينو acid حكينا عنها حكينا عنها كل هذا راح تاخدوه لقدام ان شاء الله تفوتوش في التفاصيل ولكن الاماينو acid ممكن نستعملها في اللي هو نربط شغلي بشغلي ممكن نستعملها في نعطي اشي ميثيليشن يعني دائما بداعطي ميثيليشن يعني دائما بداعطي اميديشن بعطي اميدي جروب الاميدي كل هاي بالتفاصيل تفوتوش فيها وتتعمقوش فيها هاي بس او زي ما نحكي هاي لايتد الاشياء راح تاخدوها لقدام باذن الله عز وجل ميثيليشن ميثيليشن هذه مراجعة سريعة خلنا نمش عليها السريف نشان نضيع وقتنا ميثيليشن اللي هي مراجعة لتركيب الاماينو acid تمام؟ الاماينو acid هو عبارة عن كاربوكسيلك acid وعبارة عن كاربوكسيلك acid يعني في حمد كاربوكسيلي يعني ايش؟ يعني في حمد كاربوكسيلي هذا إذن هو عبارة عن سلسلة طويلة من الكاربونات ماسك فيها حمد كاربوكسيلي في مسميه كاربوكسيلك acid وعلى الجهة الثاني ماسك ايش؟ ماسك اماينو group ماسك ايش؟ ماسك اماينو group تمام؟ تمام طيب في عنا اكسبشن واحد بس إذن كل الاماينو acid هم عبارة عن كاربوكسيلك acid ماسك فيها اماينو group هي كنتين اماينو group معادة واحد بس بديها كتب سموه بصم البرولاينز البرولاينز هو عبارة عن اماينو acid مش اماينو acid طيب شو الفرق بين الاماينو acid والاماينو acid الاماينو acid بكون لدينا اللي هو كاربوكسيلي جروب وماسك فيه ايش كاربونات كاربونات وعلى الجهة الثاني شو ماسك؟ ان اتش لحالة ان اتش لحالة بس بدي احكي لكم شغلة فيري 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 امبورتن دي شيء تخربطوا من هسه خلينا نحكي عنها عشان نخلص لو ضاع مننا وقت هسه بس ناخد تأسيس هسه حكينا هي عبارة عن COOH يكون ماسك فيها مجموعة كاربونات اعتبروهم CCCC وعلى الجهة الثاني شو ماسك؟ NH2 هاي هو مين؟ الاماينو acid طيب الكيتو اللي هو الامي الاماينو acid اللي هو اولة I اللي COOH برضو اللي هو كاربوكسيلي جروب كربونات 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 وعلى الجهة الثاني شو ماسك؟ NH هذا في حالة المستقرة هذا الاماينو جروب تمام؟ الاماينو acid ولكن احنا عنا دائما الاماينو acid جسمة غاربة متكون غير مستقرة يعني في حالة الايونايزد فورم شو بتكون؟ في الايونايزد فورم وهذا دائما بيكون في الايونايزد فورم فكيف بشير سيكلوم في الايونايزد فورم؟ بالله ما تخربطوش فيها very important يعني هي بقول له تصبح حكيها خمسين مرة very important ايونايزد فورم يعني دائما ايونايزد فورم سي او او ماينس يعني هي الاتش طالة صح؟ فيش اتش فمباشر خصة هاي اتش بوزيتف واحد صح؟ مدام خصت بوزيتف واحد شو قداش؟ كان متعادل صار نيجاتف فسي او او ماينس كربونات 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 عد جهة الثاني ايش كانت ان اتش تو كان متعادل في الشحن لا بوزيتف ولا نيجاتف كانت صفر صح؟ فلما خسرت اتش واحدة ثو صارت خسرت بوزيتف انا دا تصير نيجاتف صح؟ فاحنا هون مش هيك ماستقرش المركب فبديك تحفظها بدو المركب يستقر هون خسرت اتش واحدة طب الاتش هاي وانده تروح؟ هون فهاي رح تكسب اتش طيب هي عبارة عن ان اتش تو مستقرة كانت طب زبت عليها اتش كمان زبت عليها اتش ليه صارت ان اتش ثري طب كانت مستقرة زبت واحد صارت زائد واحد وصلت اذا صارت سي او او ماينس وهون كرونات كرونات وهون ماسك الامانو جروب لان اتش ثري بوزيتف ماشي هذا هو الفورم بتاع الامانو أسد رح تشوفوه كثير مش هو واحد يشوف زي هيك يقول هاذا مش اامانو أسد ما هي ان اتش ثري لا هاذا مستقر هاذا ايش اللي هو الايونايزد فورم طيب هاذا نفس الفكرة هاذا بخسر الاتش قلني بخسر بوزيتف شو بدي يصير؟ بصير نيجاتيف طيب شو بدي تصير في الاتش ماسكت هاي كسبة اتش صارت اتش تو كمستقر اخذ واحد صار زائد فصارت سي او او ماينس ان اتش تو بلس هاي اللي بدي يكو تقرفوها ان اتش تو بلس اذا بتشوفوا ان اتش تو بلس في المركب مش يروح الواحد فيك ويركض اماينو أسد يلا هاي العلامة اخدتها وين راحة العلامة ايه والله كنت بفكر حالي ايه وين راحة العلامة واقول لك انت ما انتبهت انها بوزيتيف طيب وين راحة العلامة العلامة هادا اماينو أسد مش اماينو أسد ليش لانه قلنا مش مستقر هاي ماينس معناها هاي بوزيتيف هاي نقصت اتش هاي اخذت الاتش فصارت الان اتش تو بلس طب الان اتش تو بدون بلس هاي اماينو أسد تمام وصلت الان اتش تو بدون بلس او ان اتش تو بدون بلس والسي او 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 اتش بتكون مستقرة إذا شفت COO- ون H2+, مش تروح تحط أمينو أسيد تقول والله هاي أنا فللت قولك لأ أنت ما فللت أنت انقصت وهاي غلطة وهاي راح أجيب لكم إياها إذا عملنا لكم إن شاء الله امتحان اللي هو الخمسين سؤال هاد وراح يكون سهل يعني أنا شفت الامتحان الماضي صراحة أنا يعني حطت لكم 12 سؤال تمام 12 سؤال شفت الـ response عليهم كان 10 أسئلة تقريبا 70% من الطلاب حلوهم من الأسئلة اللي حطيتها بس كان في سؤالين شوي صعبات كان فيهم ترك ولكن 70% من الأسئلة اللي حطيتها 12 سؤال باقي الأسئلة اللي كان فيها تركات يعني شوي يعني بنعودكم إن شاء الله الخمسين سؤال الجايات رح يكونوا على نفس مستوى مادة كوج يعني على نفس مستوى الـ final أصعب ملمد بشوي يعني زي ما حكى الدكتور إن شاء الله فإن شاء الله هذا السؤال رح يجاي بقول لكم من هذا سؤال رح حطيكم إياه وأتوقع الدكتور يجيبه كمان تمام طيب طيب هاي تركيب الأمانو أسد قلنا عبارة عن كربوني بالنص عنا COOH اللي هو الكاربوكسيل جروب الكاربوكسيل جروب فهو عبارة عن كاربوكسيلك أسد ماسك فيه إيش أماينو جروب NH2 طب إذا شفت بوزيتيف بتحط أماينو جروب بس عنا إماينو بيصير NH2 بوزيتيف إماينو أو NH لحالة إماينو طب NH2 أماينو طب NH3 بوزيتيف أماينو تمام تمام وعنا اللي هو Side Chain Side Chain اللي هي ال-R شو يعني R؟ ال-R اللي هي الكاربو اللي هي إيش اللي هي الكاربون سكيلتن مش منظل نقول كاربون سكيلتن كاربون سكيلتن كاربون سكيلتن اللي هي مجموعة من الكاربوناتور تقنوا 4-H2-SH-2-SH-2.. هذول نبضى المرأة.. هذول نسمى المنزل Grüef تمام Optical activity مش نما تسمى tfasili ماد بكروها بيش نمددها لك تفاصيلها كثيرة تصبح مدا د per Key stefasili إذا رأى على اليمين بسميه D Amino Acid وإذا رأى على اليسار الليزر نحرف شو بسميه L Amino Acid طبعا إذا ما نحرف وظل مستقيم بسميه No Optical Activity فبجيب ليزر إذا بتذكروا رأى على اليمين D رأى على اليسار L بالنص ظلوا ما كسرش No Optical Activity فكل الأمانو أسد are optically active فبتكون يا في ال D form يا في ال L form مع عدمين مع عدم اللي قلت لكم اللي هو إيش اللي هو واحد من هذول الأمانو أسد ذاكرين لبرولاين اللي حكت لكم هو الوحيد اليمينو أسد هون بدنا نأخذ برضو استثناء ثاني لغلايسين لغلايسين هو الوحيد that have No Optical Activity ليش؟ لأنه ما عنده R-Sided Chain ال-R-Sided Chain زي قلنا أنا C-H-T-U-S2-S2 هو ال-R-Sided Chain عنده بس H تمام بس هيك H تمام C-H ماسك فيه H هاي برضو R تعتبر تعتبر من ال-R عادي H خلط تعتبر R تمام بس هو بس H فهاي H تبتكون ف No Optical Activity ماشي خلاص هيك هذو بدنا إياه خلاص الباقي بدنا شيئا بس هون الورجين هي L وهي D مش مهم كثير بس خليني نشوفها هي L وهي D إنه D على اليمين والL على اليسار تمام بس هاي الفكرة أماينو أسد فوند ان بروتينز إذا الأماينو أسد اللي موجود في البروتينات اللي بجسمنا كلهم بكونوا على شكل L تمام ما في D ما في D في جسمناиляямأسدal الأماينوه أسدالформ لكنه يشبه في ال VE بالإعمال الأماينوه أسدالفي هنا ايه بتكون البروتينات لتاعة جسمنا ولكن هي بتكون موجودة في small amount in microorganism and constitute certain antibiotics. فهي دي امانو أسد بتكون بإيش بانتي بايو تيكس وبتكون في microorganism زي البكتيريا وما لدارك. طب بيجي واحد ذكي خاصة انا بحب الفارم كثير يحكي لي شو دخلي انتوا تقول لي microorganism وبرضو بعض النباتات انسوا نباتات انو دي امانو أسد بيكونش موجود في بعض النباتات موجود في بعض المايكل ارغنزم زي البكتيريا تستخدم لصنات بروتيناتها وموجود في بعض الانتي بايو تيك شو يعني انتي بايو تيك يعني مضادات بكتيريا طب مين يفكر معي طب مدام دي امانو أسد موجود في البكتيريا فانا لو بدي هاجم الدي امانو أسد بدي اصنع المضاد الحيوي من دي امانو أسد لو دي اصنعه من ال راح هاجم جسمي فعشان هيك المضاد الحيوي بيحتوى على دي امانو أسد وصلت جسمي من كله بروتينات من شو مصنوعة من ال امانو أسد طب بتاع البكتيريا من دي أماينو أسد أنا أبدأ صنع مضاد حيوي بيحتوي على دي أماينو أسد يخربها واللي يخرب الأل لا يخرب الدي لأنه إذا بخرب الأل راح يخرب جسمي قبل ما يخرب البكتيريا وصلت وصلت طيب إذن الأماينو أسد عبارة عن عشرين واحد ساعتاشر واحد منهم من سميه أماينو أسد واحد من سميه إماينو أسد هولوبرولاي تمام؟ كلهم بصنعوا بروتينات حكينا عسي عشرين واحد ثماني منهم إستنشيل واثناشر منهم نان إستنشيل أو نيوتريشنالي نان إستنشيل وهذا كان نيوتريشنالي إستنشيل حكينا Lak out dela هذول اللي حاب يشوفهم هاي اللي هوا 91 أماينو أسد والإستنشيل والآن إن حافظ تلاحبهم اللي حاب يشوفهم بس مش ما حكي إنهم حفظ دكتوركم كتابولوزيم اوف أماينو أسد عملية تكسير الأماينو أسد خلينا نحكي عن تكسير الأماينو أسد دي أمينيشن اوف أماينو أسد شو يعني دي اميناشن يعني نزع، تمام، نزع إيش الأمين نزع الأمينغروب نزع الأمينغروب Fuence of amino acid is principal pathway for catabolism of amino acid فأي ال sol-rettesis to using the amino acid It is the first step in catabolism of amino acid فأول خطوة بانetzenabolism تحت الامينة نعمل الومدالك نعمل دي أمينيشن، ننزع الإيش؟ ننزع ال 과لى للphin study عشان يتحول من من الصلة to amino acid لكيتو أسد أقدر أتعمل معه وبخلص من الـ NH3 في اليورية تمام؟ It is the removal of an amino group from amino acids فبنزع الـ amino group من وين؟ من الـ amino acid فشو بصير؟ بصير كيتو acid وصلت وصلت طيب There is lots of deamination methods grouped into groups as follows فعنا أكثر من طريقة للـ deamination لعملية النزع هاي خلينا نشوف هم بيتجمعوا في نوعين من الـ groupات اللي هم من الـ group الأول اللي هم الـ general method of deamination اللي هو طريقة الـ general لما نحكي general يعني عامة طريقة عامة مدانة عامة يعني إيش يعني بتشمل كل الـ amino acid وعنها إيش specific method specific يعني خاص خاص يعني إيش يعني بعض الـ amino acid إلها الطريقة هاي مثلا اللي غلايسين إلو طريقة كذا ولكن كلهم يعني اللي غلايسين إلو طريقة معينة ماشي ولكن هل الطريقة الأساسية الجنرال ما بتشتغل عليه؟ لا بتشتغل عليه وفي إلو طريقة لحاله تمام؟ فهاي هي الفكرة طيب الـ general method of deamination اللي هي نزع الـ amino group فينا نجرى المثل على كل الـ amino acid apply to most أو all تقريبا amino acid to most أو all تقريبا amino acid اللي هم عبارة عن ثلاث يا إما بعمل deamination عن طريق oxidative deamination لما أحكي oxidative يلا شو يعني oxidative؟ يعني بدأعمل oxidation للمركب طب مدان بدأعمل oxidation يعني دنزع إيش؟ يعني بدنزع أتشات طب وين دروح فيها الأتشات؟ معناها بدي flavor protein شو يعني بدي flavor protein؟ يلا يعني بدي إيش؟ يعني بدي ناد تستلم بدي مين يسلم؟ مثل منزعت أتش؟ oxidation فحد بدي يسوله reduction من هو؟ ناد بلاص فاد أو إيش؟ أو ناد بي ناد بي برضو تسلم ومين كمان بيسلم؟ خلينا نواخده جديد زي اسم الفاد F M F M شو الـ F M تقريبا زي الفاد تمام؟ هسا لما يصير له oxidative لما يصير له اختزال بيصير اسمه F M N H 2 تمام؟ الناد 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 B H بيصير الفاد فاد H2 والناد بلاص بيصير ناد H تمام؟ فهذول الأربع اللي بيستلموا ناد بلاص فاد ناد B ف F M N F M N تمام؟ فهذول رح يستلموا ورح يصير المركب oxidation وعدي ها دي emination trans emination سو تعيد للكوياه 300 مليون مرة اللي هو بعمل اللي هو نقل للأناد H3 مش نزع نقل نقل وين؟ حكينا بيكون أمانو أسد بيصير كيتو أسد فبود الأمانو جروب وين ع كيتو أسد ثاني الكيتو أسد شو بيصير؟ بيصير أمانو أسد فبدلنا كان الأمانو أسد الأمانو أسد صار كيتو أسد ولو كيتو أسد صار أمانو أسد صورة تعيدها 50 مرة trans emination طيب هون حكينا de emination و trans emination de emination زائد trans emination بعطيني trans de emination يعني عبارة trans de emination عبارة عن trans emination بعدها صار لحقو بعدها لحقو de emination ليش؟ لأنه trans أول احفظوا هيك مين مكتوبة أول trans؟ بعدها D D نزع والترانز نقل مين قبل؟ نقل إذن بنقول بعدها بنزع طب من من دي أنزع؟ خلنا نحكي لفكرة الصريح مش حكينا النقل كان عندي أمانو أسد وعندي كيتو أسد صح؟ أجت الأمانو أسد أخذت من الأمانو أسد اللي هي الأنت شترية وديتها وين على الكيتو أسد الكيتو أسد شو صار؟ صار أمانو أسد والأمانو أسد شو صار؟ صار كيتو أسد صح؟ طب اللي هذي اللي طلع عندي الأمانو أسد الجديد شو بأسوي فيه؟ بروح بوضي على الميتوكندري وبعمل له إيش؟ de emination بنزع من الأمانو أسد ليش نلف فيها؟ عشان في بعض الأمانو أسد بقدرش أتعامل معها وعملها نزع مباشرة لازم أحولها لواحد ثاني وأنزع من نوع ديها وصلت هاي باختصار رح سرح نخذها بالتفصيل رح نخذها بارد 2 رح نخذها بارد 2 كلهم كلهم رح نخذهم بارد 2 وفي المحاضرة تعت يوم الثلاثاء اللي هي اللي أعطتكم اليوم وراح أشرحها بكرة إن شاء الله تمام؟ أو بعد بكرة جنرال الميثود اللي حكينا عنهم الثلاث de emination oxidative de emination trans amination وtrans de emination نذر الثلاث نبلش في oxidative de emination على السريع وسهل وبسيطة It is oxidative conversion of amino acid تألف كيتو أسد فدائما هذا في أحول الأمانو أسد لألف كيتو أسد لكيتو أسد تمام؟ الأمانو أسد لكيتو أسد هدفي وشو بديو يطلع؟ بديو يطلع ال-NH3 ال-NH3 لو أنه trans amination نقل ال-NH3 لتروع مكان ثاني ولكن هذا de emination يعني نزع فبتطلع ال-NH3 free تذكر لو ما كنا نحكي de phosphatase أو phosphatase كان ينزع ويكبها free حكينا صح؟ أما kainase كان يعمل transfer هو نفس الشي transferase بعمل transfer لل-NH3 ال-D amination بينزع ال-NH3 ويكبها free طب free هاي سامة جدا الأمونيوم هاي أو الأمونيا سامة على اليورية ومن اليورية لليورين ومن اليورين اللي هو البول تمام؟ تمام طيب كيف بنا نعمل نحول هذا الأماينو أسد لألفا كيتو أسد ننزع منه ال-NH3 عن طريق oxidative deamination كيف بيصير؟ خلنا نشوف 3 enzymes بدخلوا فيها العملية أول إنزيم اسمه ال-Amino acid oxidase اسم التفاعل oxidative deamination عيب ما يكونش فيه oxidase طيب شو بديو سوي الأoxidase مباشرة بدي أول إشي بدي واحد يستلم الأتش اللي بتطلع مش حكينا أكسديز يعني رح يأكسد الأماينو أسد فرح تطلع أتشات مين ديو يسلمها؟ احفظ معي deamination رح يسلمها ال-FMN تمام؟ deamination رح يسلمها ال-FMN ف act only on ال-Amino acid ما بيشتغل عدي هاي مهمات هاي المعلومات ال-Amino acid أصلا اسمه ال-Amino acid أكسديز طيب عندي واحد ثاني بيشتغل عدي ياس عندي اسمه deamino acid أكسديز طيب شو الفرق بين ال-Amino acid و-D amino acid واحد بيشتغل بس على ال-Amino acid واحد بيشتغل بس على ال-D أمino acid تمام؟ فال-L لل-L وال-D لل-D طيب كيف أحفظ ال-Co-enzyme بتاعهم؟ طيب طلع معي اسمه إيش؟ D D مع D D مع FAD مين ال-Co-enzyme اللي بيسلم ال-H الفاد طيب الفش فيه D اللي هو مع ال-F-M-N موصلت؟ فدائما أنا عندي الأول ها F فيا FAD يا F-M-N كيف هفرق؟ D-Amino acid FAD ال-Amino acid F-M-N هين اللي رح تسلم ال-H لما أعمل اكسديشن فبجيب ال-Amino acid ال-L بعمل اكسديشن بيصير كيتو أسد ولا بيصير إشي؟ بيصير إشي قبل الكيتو أسد بس المهم بيصير إشي فراح تطلع منه أتشات الأتشات وندا تروح على F-M-N لأنه L طيب ال-D-Amino acid ال-D-Amino acid تحكينا بعمل اكسديشن بنزع منه الأتشات الأتشات وندا تروح بدأ تروح على إيش؟ اسمه D معناها على الفاد فتصير FAD H-2 وصلت؟ وصلت طيب L-Amino acid L-Amino acid Oxidase L-Amino acid It's a co-enzyme is Flavin Mononucleotide F-M-N Flavin Mononucleotide هذا هو الco-enzyme بتاعه VI حطول عليها VI The reaction occurs only in the liver and the kidney وهي حطول عليها مش بس VI هيحطول عليها VI 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 ال-Reaction هذا بس بس بيصير في الكدني والليفر بس بيصير في الليفر والكدني تمام؟ See the picture هو بورجينا هاي الصورة هسا نشوفها أما ال-D-Amino acid Oxidase فهو بيشتغل على ال-L ولا لا لا بيشتغل على ال-D-Amino acid فهو بيقول لي acts as L-Amino acid Oxidase except it is uses Flavin Adeno Dynucleotide فهو بيقول لي بيشبه ال-L-Amino acid Oxidase نفس نفس وظيفته ولكن هو بيستخدم FAD بدل F-M-N وبيشتغل على مين على ال-D-Amino acid بدل ال-L-Amino acid فنفس نفس الشغل هذاك ولكن مين زي مين D-Amino acid and glycine حطول عليها إيش مليون خط إذن ال-D-Amino acid Oxidase عمين بيشتغل على ال-D-Amino acid and glycine ال-L-Amino acid Oxidase عمين بيشتغل على ال-L-Amino acid D-Amino acid Oxidase D مع D D مع FAD ال-L-Amino acid Oxidase الفش فيها D معناها مع F-M-N وصلت فعملنا Oxidation ال-Amino acid شو المنتج راح يطلع عندي خلينا نشوف هوا بيحكي ال-D-Amino acid are present in some plants in bacteria عشان نحكي أنا anti-biotic اللي تقتل البكتيريا بتشتغل بيكون تحتوي على D-Amino acid عشان ما تدخل في ال-Amino acid تعتي ل-L-form ولكن كسر تعتي البكتيريا اللي هي D-form طيب هل هذا الإنزيم موجود في جسمي بقول لك ياس موجود في جسمي طيب ما هتحكي شو بدنا في ال-D-Amino acid ما تقول لي موجود في البكتيريا موجود في البلانت شو بدي فيها بقول لك anti-glycine ما أنا حكيت لك anti-glycine طيب ال-glycine ما له مهم جدا في جسمي فهي الفكرة تمام عشان هيك هذا الإنزيم موجود تمام تمام they are not used in protein synthesis in human واضح ال-D-Amino acid ما مستخدم في ال-protein synthesis للهيومن لا للمس طيب ليس هذا الإنزيم موجود glycine تمام طيب هون دوضح لي هاي Alpha Amino acid L ولا L ولا شو اسمه L ولا D طب كيف دعرف بشوف هاي Flavin فهون حط لي Flavin فلي Flavin شو ممكن يكون F M N أو F A D أو ما إلا ذلك فهون بحكي لي إذا كان L رح يكون A F M إذا كان D رح يكون F طيب المهم سواء هاي سواء هاي خلني نمشي على ال-L فبيجي ال-F هاي اعتبر هاي F M F M N تمام فما سكن الأمينو أسد أماينو أسد أكسيديز D ولا L أماينو أسد لأنه F M N الأماينو أسد أكسيديز شو سواء عمل أكسيديشن سحب Hات من الأماينو أسد وين عطاها لل-F M شو صارت الأف أمن F M N H 2 تمام وشو صار الأماينو أسد صار اسمه أماينو أسد كيف صار هيك مش حكينا الأماينو أسد هاي طلع كيف هاي C O O ماينس معناها إيش هذو غير مستقر NH3 positive معناها هذا أماينو أسد طيب خسر الأتشات شو صار في خسر H من هون فهون نظلوا هذو ماينس C O ماينس اللي هو الكاربوكسيل جروب والأماينو جروب سو NH2 بلس معناها هذا إماينو أسد فالأماينو أسد صار إماينو أسد تمام سحبنا منه H الأف أم أن صار أف أم أن H2 والأماينو أسد صار إماينو أسد وبعديها بشكل تلقائي بضيف مي والإماينو أسد بتحول لألف كيتو أسد تمام فالأماينو أسد أماينو أكسيديز استخدم الفاد أو الأف أم أن حسب ألو لديه بعطيني إماينو أسد الإماينو أسد بضيف عليه مي بعمله هايدروليسيز هايدروليسيز بضيف مي فسبونتينيواثلي بشكل تلقائي رح يصير ألفة كيتو أسد اللي هو الكيتو أسد الكيتو أسد هاد رح يدخل جلوكونيوجينيسيز رح يدخل مية شغلة وما قبل ذلك وصلت 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 طيب الـ NH4 بلاس هاي أو الـ NH3 نفس الفكرة تمام NH4 بلاس أو NH3 داي مستقرة هاي مش مستقرة نفس الفكرة NH3 أو NH4 بلاس هاي أمونيا بتروح على اليورين على اليوريا اليوريا سايكل ومن اليوريا لليورين وزاي ما احنا عارفين طيب ذكرين شغلة حكينا عنها زمان ذكرين لما كنا نحكي عن الجلوتاثيون حكينا طيب الجلوتاثيون لما أعطى الـ H وما إذا ذكرين مش كان يعطي الـ H عشان يرجع الـ H2O2 لا إيش لوضحها الطبيعي لـ H2O صح؟ كان يعطي أتشاته اللي معه طب صار الجلوتاثيون بدون أتشات فشو صرنا نسوي رح نجيبنا إنزام ثاني يرجع له الأتشات صح؟ طب هون الفلافين H2 أو الأف أم أن أو الفاد H2 صار معها أتشات طب وإن ده تخلص منهم لازم نرجعها عادية بدون أتشات عشان ترد تحول أمينو أسد ثاني لا إيمينو أسد تمام؟ فالفكرة إنها بتروح بتزد أتشات هاوين على أكسجينة تعطي الأتشات لأكسجينة شو بتصير الأكسجينة؟ بتصير H2O2 أوف 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 أوF H2O2 هاي سامي هاي هاي вариاكسجينة سبيشز هاي مجنونة هاي حكينا العاليها مجنونة بتكسل تخرد بكسل الممبرين والطب هل ما أقولوا ?" طب شو الفكرة هل بدي ناد بي globrier غلوتاثيون؟ بقولك لا هاي مش ربق بيسيزписذ kista الاربسيز بس تستخدم القلوتوثيون طب ليش ده ما حكينا اذا صار في عندي مشكلة في القلوتوثيون الخلايا الثاني تتأثر ولكن مش بشكل كبير لانو الخلايا الثاني عندها اشياء ثاني يتخلصها من شغلات زي هيك طيب الليفر شو بدي سوي هسا بجيب انزاي باسمو الكاتاليز شو اسمو هاذا ركزول عليه كثير رح ضلكوا تكرروه في المايكروبيولوجي كثير كاتاليز بوزيتيف كاتاليز نيجتيف رح ضلكوا تحديوا طول المايكروبيولوجي فمن اسه اعرصو الكاتاليز فبجيب انزاي اسمو الكاتاليز بيمسك الاتشتو او تو شو بيسوي فيها بيفكها شو بيسوي فيها بيفكها بياطلع ااتشتو او وبيكبل نساتشتو النس Tou فيبت تحتوي على هنتين او ثنتين اتش طلع ااتشتو او محاصفة صفة تحتب او بس عشان تفوعل عشان موازن يعني حطة ثنتين وسنص تمام ص прилفكر بس ديك خلصني من هي الخبيثة تمام؟ فهاي هي الفكرة هون هاي قصة الكتاليز متوقع ها حكو ما حكاش متوقع شو بسوي الكتاليز؟ الفلافن الأفم أن أتشتو أو الفاد أتشتو لازم نرجعها لفاد أو لازم نرجعها لأفام أن عشان ترد تستلم ايش؟ أتشات ثانيات طب كيف؟ بتروح بتعطي أتشاتها للأو تو طب لما تعطي أتشاتها للأو تو الأو تو بيصير أتشتو أعطتها أتشتين مي صاري اكتف كشين سبيسي تسوي نسوي في غلوتاثيون لا مين كاتاليز بفكه بطلع H2O وبطلع نص O2 اللي هو تمام تمام طيب اخر تفاعل اللي هو الغلوتاميت دي هايدروجينيز انزيم الغلوتاميت دي هايدروجينيز انزيم it is a mitocondrial انزيم حطول عليها very important هاي ايش هاي بديك تحفظوها ايش زي اسمكم زي اسمكم هاي ايش هاي ها احكم محكاش هاي بالاخضر وبالازرق وبالاصفر لانها جاية هاي جاية في الابتحان هاي جاية 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 مية بالمية جاية اللي هي ليش mitocondrial enzyme وراح نشوف شو الفائدة من انه mitocondrial enzyme ال glotamate dehydrogenase enzyme هو عبارة عن mitocondrial enzyme شو بيسوي اسمه glotamate l form مش d glotamate اللي هو الاماينو أسد اسمه glotonate dehydrogenase انزيم هو بعمل oxidation مش ديهيدروجينة شو حكيانا بعمل اوكسيدياشن اوكسيدياشن لمن؟ للقلوتمات اذا هو نفس الفكرة اللي قبل نفس فكرة الانزيم اللي حكيانا عنه اللي هو الامين prototype ولكن وين بصير؟ بس للقلوتمات اذا القلوتمات الا انزايم خاص فيه عمل اوكسيدياشن مين هو؟ القلوتمات ديهايدروجينيز انزايم شوفت هاته ليش الا انزايم خاص فيه حسا نشوف it is a mitochondrial enzyme زي اسمكم ده نحفظها هاي إذن هو ولكن عبارة عن إيش بيشتغل على مين على الغلوتاميك أسد طب بيشتغل على الغلوتاميك أسد لا بيشتغل على أي أماين أسد غير الغلوتاميك مستحيل حلو فيه يعني بعطيني غلوتاميك وبأخذ مني غلوتاميك فوقت ما الجسم يحتاج غلوتاميك كأماين أسد بيجيب لي ووقت ما الجسم عنده زيادة غلوتاميك بيخلص منها بيخلصني منها وصلت فالحلو في الريفيرسابل إنه برجع وبغطي تمام طب شو الكوينزايم تابعه هاي فيري امبورتنت برضو نكون عارفين قلنا هذا الانزايم كله مهم فالكوينزايم تابعه ناد بلس بس ناد بلس أو ناد بي بلس تخيلوا أعطيني ناد أعطيني ناد بي المهم ما عطيني إشي فيه ناد تمام شو الكوينزايم تابعه ناد بلس أو ناد بي بلس ثلاثين بزبط تمام طيب شو بسوي هذا الانزايم هذا الانزايم اللي بيعملو كالتالي اكسيديتف دي امينيشن دي امينيشن نزع الامين جروب اكرز برايمرلي ان غلوتاميك أسد أو لغلوتاميت بيكوز غلوتاميك أسد وازد ان دي برودكت أو مني ترانز امينيشن شو يعني هاي الجملة خلولي إياها دقيقتين الفكرة انه لغلوتاميت مباشر عن طريق لغلوتاميت دي هايدروجينيس راي عملو إيش اكسيديشن فراح يسعب منه اتشات اتشات وين رح تروح عن ناد بي بلس أو عن ناد بلس وبتتحول لناد بي أتش أو ناد أتش لغلوتاميت شو صار صار من أماينو أسد لإماينو أسد صح فصار اسمه إماينو غلوتاريت إماينو غلوتاريت واسق بشكل ترقائي بضيف مي نفس الفكرة الليقبل نفس الانزيم الليقبل إنه بشكل ترقائي بضيف مي هايدروليسز بضيف مي على الإماينو غلوتاريت شو بيصير؟ بيصير اسمه ألفة كيتو غلوتاريت اللي هو كيتو أسد اللي هو ايش؟ اللي هو كيتو أسد فزيل حكيناه فوق بالضبط نفس الفكرة ولكن هذا خاص في الغلوتاميت حكينا أماينو أسد أماينو أسد أوكسيديز حيث صار إيمانو أسد completo لضيفنا ماء حيث يصار كيتو أسد هون نفس الفكرة غلوتاميات اللي هو أمانو أسد غلوتاميات دي هيدروجينيز ناد بي بلس لنات بي أتش حيث صار إيمانو أسد بتعركOH من الكريبس مفوت على الكريبس وبعطينه What ж Не a glucose تمام؟ طيب شو هون حكيتي لنا اللي هو غلوتاميك أسد was the end product of many transamination reaction هسه بدنا نعرف شو معنى هاي الجملة لما نوخذ لترانز امينيشن reaction مش معقول نحكي لهاي الجملة وإحنا شماخدين لترانز امينيشن reaction طيب نوخذ فكرة طرح كيف بدأ أرجيكم انه الفكرة بالفهم قبل الحفظ حكينا غلوتاميت تفاعل منعكس هاي منعكس فيا بقدر أكون غلوتاميت يا بكون ألفا كيتو غلوتاريت إذا احتجت ألفا كيتو غلوتاريت بكونها إذا احتجت غلوتاميت بكونها طيب رأيكم ألفا كيتو غلوتاريت دا تعطيني إيش؟ دا تعطيني جلوكوز عن طريق الجلوكونيوجينيسيز عن طريق إيش؟ الجلوكو نيوجينيسيز مدام بدي جلوكوز معناها إيش بدي؟ معناها بدي ATP طب مين راح يحفز تحويل الجلوتاميت لألفا كيتو غلوتاريت نقص الATP لأنه بدي ATP إذن الADP it acts as alostric activator alostric يعني على نفس الإنزام بترتبط وبتحفزه بعيداً على الاكتف سايت طبعاً مش على الاكتف سايت نفس الإنزام ولكن مش على الاكتف سايت alostric activator lamine للإغلوتاميت دا هيدروجينيس حولي لي الإغلوتاميت لألفا كيتو غلوتاريت بدي جلوكوز لأنه بدي طاقة وصلت؟ طيب عندي طاقة وعندي ATP كثيرة وعندي GTB كثيرة بتثبت هذا الإنزام GTB and ATP inhibit this enzyme تمام؟ تمام طيب خلنا نشوف شهور Transamination Transamination حكينا عنها 100 ألف مرة ومرد نعيدها للمرة المليون It is transfer of amino group from amino acid to keto acid فمسكنا حولناها نجلنا الـ amino acid لـ keto acid الـ amino acid شو بيصير؟ بيصير keto acid طب الكيتو acid شو بيصير؟ بيصير amino acid شونا عديها 100 مرة forming new amino acid هيعملنا new amino acid اللي هو الكيتو acid وإيش؟ و new keto acid اللي هو الـ amino acid تمام؟ without production of ammonia هاي يحطول عليها مية خط اللي هو الترانز امينيشن ما بيطلع منها أمونيا ما بيطلع منها أمونيا ليش؟ لأنه نقلت الأمونيا أنا ما فكيتها فالترانز امينيشن without production of ammonia It's accurate in the cytosol هاي مهمة إذا الترانز امينيشن بيصير في الـ cytosol الـ de-amination وين بيصير؟ خاصة تعال إيش؟ الغلوتاميدي hydrogenase enzyme اللي هو عبارة عن de-aminaise enzyme وين بيصير الـ de-amination؟ بالـ mitochondria إذن trans-aminaise بيصيره الـ cytosol والـ de-amination تعالى الغلوتاميت بيصير في الـ mitochondria شو فائدة هاي اللي بحكي لكم ليش بربطهم في بعض؟ هسا مشوف طلعوا رد ربطهم هو لحالوا ربطهم ليش هسا مشوف؟ It's accurate in cytosol اللي هي trans-aminaise وبرضه في الميتو كندري مين هي de-aminaise إذن de-aminaise بيون بيصير في الميتو كندري الترانز اميناس بيصير في الـ cytosol تمام؟ وفي كل تشيوز بيشالي ذاليفر نفسي الفكرة ليش بيظلوا يربطهم فيهم؟ هسا مشوف طيب حكينا للـ trans-aminaise بمسك أمانو أسد بحولوا لكيتو أسد بأخذ منه الـ NH3 بنقولها على كيتو أسد بيصير أمانو أسد صح؟ طب كل الأمانو أسد بيزبط لهم هذا الحكي؟ لا كل الأمانو أسد هو بيقول لي all amino acids can be trans-aminated مع عدة واحد في و... سوري مع عدة كم من واحد ما بيزبط تأخذ منهم الـ NH3 بتنقولها على مكان ثاني يا بتنزعها يا بلاها يا بتنزعها يا بلاها طب مين الأمانو أسد اللي هم اللي بيزبطش عليهم اللي هم الـ trans-amination reaction اللي هم اللايسين والثيريونين والبرولاين والهايدروكسيبرولاين طيب معقول يا طارق تتركنا بدون ما بدون طريقة نحفظهم يعني خلص بس دا كتمشي اللايسين ثيريونين برولاين and hydroxybrولاين خلص بيقولنا نحفظهم ايك بقول لك لا كيف نحفظهم نحفظهم بالجملة الآتية لا تلعب بال حار لا ناخد أول حرف من كل جملك العادي لا تلعب شو أول حرف لا شو أول حرف لا لايسين تلعب شو أول حرف ت ثيريونين بال شو أول حرف برولاين حارة hydroxybrولاين لا تلعب بالحارة شو هم اللي بيصير لهم مش transamination لا تلعب بالحارة لايسين ثيريونين برولاين hydroxybrولاين فما بيصير لهم transamination طيب هي عملية transamination بشكل عام هي عبارة عن reversible برضو reversible فحلوا فيها وقت ما احتاج هذا الأمينو أسد بكونه وقت ما احتاج هذا الكيتو أسد بكونه وقت ما احتاج هذا الأمينو أسد فبصير أنوع بناتهم حسب حاجة تمام فإذا بدي أصنع أمينو أسد معين بدي أكسر وما إلى ذلك راح نشوف لها قدام بالتفصيل اللي هم transamines فعنا transamines هذول هم بنقول الإنزيمات هذول إذا الإنزيم اللي بعمل transamination الرياكشن اللي هو نقل ال NH3 بدنا إنزيم أكيد ما نقول إش يبدي ترانسفريز إنزيم فكل الإنزيم هم اسموا إيش أمينو ترانسفريز اللي هم اللي ترانسفريز إنزيم أو نسميهم transamines طيب هذول الإنزيمات كلهم اللي بنقول الأمينو جروب بيحتاجوا كوفاكتور أو كو إنزيم شو هو بيريدوكسيال فوسفيت بي أل بي أز أكو إنزيم هاي بصموها بصيب بيريدوكسيال فوسفيت للأمينو ترانسفريز وترانسامينيز وبالنسبة للبيريدوكسيال فوسفيت راح تشوفوها كثير في البروتين ميتابوليز راح تشوفها في صناعات الحديد في صناعات الحديد وراح تشوفها ميت شكل فهي تكونوا منتبهين عليها واكتبوها ورقة اللي هي بيريدوكسيال فوسفيت كو إنزيم للأمينو ترانسفريز إنزيم أو ترانسامينيز وهذا البروتوكسيال فوسفيت هو عبارة عن مشتقة من الفيتامين بي سكس إذن اللي هو البروتوكسيال فإذا قل لك في سؤال عندي ديفيشنسي في فيتامين بي سكس مباشرة بيريدوكسيال فوسفيت ديفيشنسي مباشرة لترانسامينيز راح يصير في مشكلة تمام يعني هو البنقل اللي هذا الترانسفريز مش قلنا الترانسفريز هو البنقل فبمسك الألات شثرية بنقلها على مكان ثاني فهو انترميديات يعني بمسك وسيط وسيط بمسك وبنقل بودي تمام هاي هاي الفكرة هاي أمينو أسد هاي كيتو أسد هاي أمينو أسد سر هاي أمينو أسد هاي كيتو أسد هاي أمينو أسد هاي كيتو أسد تمام كان عندي أمينو أسد مسكته نقلته عن طريق Trans Prais Enzyme اللي بيحتاج بالبيريدوكسيال فوسفيد لترانسفيريز النزيوم اللي بيحتاج بالبيريدوكسيال فوسفيد مسكت pointaudium نقلت منه الان H3 شو صار الاماينوقتين شو صار صار Keto Acid والكيتو أسد شو صار صار اماينو أسد وصلت ..وصلت سمPS Pyou know sak anyone fox شو اهمية القيام ри�� pill reverse step of catabol仙 برضهم برضا من Project ليس كذلك الصقير وهي musst Service فممكن يكون مباشرة نزع او ممكن تمام تمام فالامونيا بصير لها تمام وين بنقولها بنقولها اذا امونيا is removed or actually transferred اذا مش removed it's transferred اقوى اذا امونيا is transferred ايش بتروح على مكان ثاني بقول لي as will be removed in the de-amination هاي بعدين نشوف هاي خليها بعدين نشوفها مش في trans-amination trans-amination reaction هو عبارة عن امونيا is transferred تمام بس هي بديها كتربة واسة طيب لما نقلل الامونيا طلعينا كيتو اسيد الكيتو اسيد عبارة عن كاربون سكيرتن ويندا تروح حكينا الكتابوليك باثوي يا اما الكيتو اسيد بصنع منها غلوكوز يا اما لذلك هي بغض النظر تمام برضو الفائدة مش بس اللي هي بطلع منها كيتو اسيد وودي لا برضو ممكن اصنع من هاي الاماينو اسيد مش قلنا اماينو اسيد بصير كيتو اسيد والكيتو اسيد بصير اماينو اسيد فلما عملت اماينو اسيد جديد اذا synthesis of non essential amino acid هس الاماينو اسيد جديد اللي بقول لي عنه essential بازعن منه اماينو اسيد جسم صنعوه هاد انا حولت اشي لا اشي المهم انا صنعته انا انها بده يكون non essential اذا synthesis of non essential amino acid by trans amination تمام بقول لي for example البايروفيت بعطيني الانين والاكزالو اسيتيت بعطيني aspartic acid تمام البايروفيت بعطيني الانين والالانين بعطيني بايروفيت دائما تفاعلات trans amination شو حكينا عنها؟ reversible دائما تفاعلات trans amination شو ما لها؟ reversible تمام تمام طيب those amino acid which can't be synthesized in this manner are therefore essential اذا بقول لي اذا في اماينو اسيد بقدرش اصنعها فهي عبارة عن essential تمام؟ they should be made available in food فاي اماينو اسيد بقدرش اصنعه من هاي العملية هو عبارة عن essential لازم احصل عليه من الفود تمام 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 خلينا نحكي عن القاعدة اللي هي interconversion of amino acid interconversion of amino acid اللي هي trans amination trans amination بدي اياك تحفظوا لي شغلك trans amination بدي اياك تثبت لي شغلك بتثبت مش حكينا كيتو اسيد وعننا ايش؟ عننا amino acid وكيتو اسيد صح؟ بعطيه الان اتش تريه الامانو اسيد بيصير كيتو اسيد والكيتو اسيد بيصير اماينو اسيد صح؟ شورايك نثبت هذول ثابتين دايما الكيتو اسيد و الامانو اسيد تادري�وا أعطيني اياه لما يخذ الان اتش تريه الكيتو اسيد اللي بتفاعل معه الامانو اسيد المختلفات كلهم هو الالفة كيتو غلتاريت ثبت ابصم ثبت الفة كيتو دائما نتسوع trans amination reaction بدي اياك تكون حافظ مشو شق chose بدي اياك تكون الحافظ الشقة الاول مين هو الكيتو اسيد دائما 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 اللي بديوا يستقبل الان اتش تريه ألف كيتو غلوتريت يعني ماذا هو دايماً 99%؟ عشان أكون دقيق 99%! بدي يكون مئن؟ ألف كيتو غلوتريت طيب لما ياخذ الـ NH3 طيب هو دايماً نفسه معنى دatus يعطيني دائماً نفس المشي دatus يعطيني لما ياخذ الـ NH3 دatus يعطيني له تلكلوتاميت أو غلوتاميك أسد دatus يعطيني غلوتاميت أو غلوتاميك أسد ثبت! إذا الشق خاض بده يعيك تثبتليها دائماً وينما تشوف Transamination Reaction بتثبت ألفا كيتوغلتريات أخذ الأناتشترية شو أعطاني؟ أعطاني غلوتاميت الشق الثاني هو اللي بتغير بفوت أمينوأسد فأعت الألانين أعطى الأناتشتري للألفا كيتوغلتريات لما أعطى الأناتشتري صار كيتوأسد صار بايروفيت والألفا كيتوغلتريات بعد ما أخذ الأناتشتري طبعا الأكيد الإنزام شو ديكم اسمه؟ ترانس أمينيز هاسم شو اسم الإنزام بعطيني غلوتاميت الغلوتاميت تي هيدروجينيز إنزام قلت لكم هذا بس للغلوتاميت وظلتني أركز لكم هذا بس للغلوتاميت ليش؟ لأنها هي بتفيدني في شغلك وهون حكينا غلوتاميك أسد غلوتاميك أسد أجلتها شو قلت لك؟ ثبت ألفا كيتوغلتريات بعطيني غلوتاميك أسد غلوتاميك أسد غلوتاميك أسد هاي إنزام برودكت فكيف دخل اسمي إنزام؟ الغلوتاميك أسد دي هيدروجينيز الغلوتاميك أسد دي هيدروجينيز بعمله دي أمينيشن إذن الفكرة ومثالي فمعناها شو اسم التفاعل صار لما يعمل إذا شو اسم التفاعل صار لما أعمل أمينيشن وترانز دي أمينيشن وصلت وصلت طيب هس أنا حولت الألانين لبايروفيت وطلعت الأناتش ثري أعطيتها لألفكيتوغلتريت الألفكيتوغلتريت صار كروتاميك أسد طيب شو صار؟ شو اسم الأنزيم؟ أول شو بحمل أس� هو الأنزيم !١؟ Glutamate, Byruvate, Trans Amines Glutamate, Byruvate, Trans Amines بحط دائما الإنزايم بقول اسمه يا اسم الأمانو أسد اللي هو المتغير دائما حفظوا لي Trans Amines Enzyme شو بقول اسمه يلا حفظ معك الترانس أمينيز إنزايم كلهم كيف بنسميهم اسم الأمانو أسد المتغير مين اسم الأمانو أسد المتغير ألانين معناها ألانين لو كان أسبارتيت أسبارتيت الترانس أمينيز تمام طيب الاسم الثاني مين الثابت دائما البنتج عندي مين الـ End Product لـ Glutamic Acid بحط Glutamate وبحط الناتج الثاني إذن بحط النواتج فيا بحط الأمانو أسد المتغير يا بحط النواتج Glutamate Byruvate طيب لو كان أسبارتيت أسبارتيت رعطيني أكزالو أسيتيت أخذناها تذكروا في المحفظتكم إياها في المحاضرة المهم في محاضرة الكربوهايدريت لما حكينا حب جاج وشغلات هاي فهون حفظنا اللي هو الأكزالو أفستيت بعطيني أسبرتيت والأسبرتيت بعطيني أكزالو أسيتيت وそれは يعطيني أكزالو أسيتيت المتغير أو اللي هم البرودكت. بكون اسمه على اسم البرودكت. غلوطاميت بايروفيت tengoctylavat الى آخرين. وصلت وصلت. مين لاسم الاهم اللي هو بكون على اسم الامان واسد المتغير. هذو الاهم. تمام? هاي هي. طب شو مصير الجلوطاميت? حكينا البنتوج? المصير الجلوطاميت البنتوج diligلوطاميت ديهايدروجينیز. بمسكو يعملو بوجود الناد بلاس أو يحول لغلوتاميت لإماينوغلوتوريت والإماينوغلوتوريت عن طريق الهايدروليز اللي هو بضيف مي الهايدروليسيسوري بضيف مي هيدروكسيليز فإيش؟ رح يتحول ويعطيني ألفا كيتوغلوتوريت فبالنهاية رح يعطيني ألفا كيتوغلوتوريت وبطلعه غلوكونيوجينيسيز أو بصنع منه شغلات ثانية والبايروفيت اللي نتج هون غلوكونيوجينيسيز تمام؟ مثال ثاني أيوه أسبارتيت ترانس أمينيز مباشرة حكينا يلا ثبت مي الثابت قلنا دايما الألفا كيتوغلوتوريت هو البيسلم وشو رح يعطيني غلوتاميت هذول ثابتين مين الأماينوأسد المتغير أسبارتيت شو اسم الإنزائم معناها أسبارتيت ترانس أمينيز هاي اسمه شو حكينا كل تفاعلات الترانس أمينيز شو بدها بيريدوكسيال فوسفيت اللي هو فيتامين بي سيكس ديريفاتيب ماشي هاي معلومات مهمة طيب الأسبارتيت أعطينا الآن أتش ثري لامين للألفا كيتوغلوتوريت صار غلوتاميت طب الأسبارتيت شو صار صار كيتوأسد شو اسمه أكزالوأسيتيت طب شو اسم الإنزائم حكينا أسبارتيت ترانس أمينيز أو المنتجات غلوتاميت أكزالوأسيتيت ترانس أمينيز غلوتاميت أكزالوأسيتيت ترانس أمينيز تمام؟ هاي هي كل الفكرة هاي ها هاذا الشق دايما ثابت وهذا المتغيرة ألف أماينو أسد ألف كيتو أسد تمام؟ تمام بدي أحكيكم شغلها السريع A S T و A L T أسبارتيت أو ألانين شايفين هذور الثنين؟ حكينا وين العملية هاي بتصير مينلي 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 حكينا في الليفر شايفين هذور الانزيمينيز وين بتصير مينلي فكل تشوف مينلي في الليفر شايفين هذور الانزيمين موجودين في الليفر إذا شفت هذور الانزيمين في البلازمة حكينا تركيز الأماينو أسد في البلازمة قليل ذاكريا إذا شفت الأسبارتيت الترانس أمينيز اللي هو إنزيمات تاعت الأماينو أسد هاي الإنزيمات إذا شفتها بالبلازمة زايدة إذا شفتها زايدة في البلازمة اعرف إنه الليفر ماكي الهوى الليفر في سرطان الليفر متدمر الليفر في سوروسز بس بديك تعرف حالية أسبارتيت ترانس أمينيز ألانين ترانس أمينيز إذا شفتم ماكلين هوى إذا شفتم زايدين في البلاز ما في الدم يعني إذا شفتم زايدين في البلاز ما في الدم اعرف إنه الليبر ماكل ذهوى وين أكثر إشي بفيدنا هذا الفحص لما يكون شاكل معه سرطان لما أكون بعطيه دواء وهذا الدراج بأثر على الليبر على الكبد فأنا بظلني أفحص هذول الإنزيمات عشان أشوف الدواء خرب الكبد وللسة فأنا بداعطيه دواء تخيله مثلا فيه أدوية بتنعطيه تخيله 15 سنة مثلا طب هذا الدو ممكن يضر الكبد طب هياس بظلني أراقب هاي الإنزيمات إذا زادت هيا سلم عشان دواء الكبد فرط وصلت هاي اللي بدنا يعني عارف آخر إشي clinical significance of transamination شو أهمية الترانس أمينيشن حكينا الترانس أمينيشن are intracellular طيب بدأ أحكي شغل بس قابل الترانس أمينيشن حكينا إحنا لما يطلع عنا اللي هو الغلوتاميت وين دي روح حكينا الغلوتاميت دي هايدروجينيز راح يتحول بالنهاية راح يعطيني إيش الفاكيتوغلوتريت صح حكينا هذا الإنزيم وين موجود بس في الميتوكندري صح الغلوتاميت دي هايدروجينيز موجود في الميتوكندري طب الترانس أمينيشن هذول وين موجودات في السايتوسول إذن هاي اللي كنت أركزه عليها مكانهم إذن أنا بتصير عندي بتبلش بيجي الأمينوأسد هذول في السايتوسول بتحول عن طريق الترانس أمينيز بنتج عن دي غلوتاميت هذول غلوتاميت وين بودي بوديه على الميتوكندريا في الميتوكندريا بيشتغل عليه الغلوتاميت دي هايدروجينيز وإيش بيطلع لنا الفاكيتوغلوتريت وبطلع لنا NH3 بتروع على اليورية في اللي هو وصلت سايتوسول ميتوكندريا NH3 يورية تمام تمام هذول حكينا ALT وAST هذول إذا زادوا عبارة عن مؤشرات أنه liver injury liver ماكي الهواء تمام طيب induced by glucocorticoids هاي متوقعة 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 إذن هذول الإنزيمات اللهم من ALT Aspartate Transaminase Aspartate Transaminase هذول الإنزيمات الاثنين بتزيدوا في حالات إعطاء لGlucocorticoids مين لGlucocorticoids هذول من بتذكر كورتزون ولا كورتزول طب هون نحكي drug أنا أعطيت induced by glucocorticoids إذا نفسه الجسم هو الأفرزه بسميه كورتزول إذا أنا أعطيته بسميه كورتزون الحالتين نفس الشغل إذن مين اللي بزيد شغل هذول الإنزيمات الكورتزون فلما أعطي كورتزون رح يزيد شغل هذول الإنزيمات رح يزيد عندي كمية الألفا كيتو غلوتريت رح يزيد عندي كمية مثلا البايروفيت مثلا في الآلانين رح يزيد كمية عندي الأوكزال أوسيتيت في الأسبارتات Transaminase فكل هذول شغلات بتعطيني جلوكوز صح؟ كل هذول بعملوا غلوكونيوجنسيس وأصلا الغلوكوكورتز بزيدوا الغلوكونيوجنسيس طلعوا كيف؟ هذا هو بيوكويميستري دعنا نكون صراحين هذا هو بيوكويميستري هاي إيش اللي هو الانتغريشن هاي الأساس البيوكويميستري أنا الآلانين Transaminase أعطاني بالنهاية بايروفيت وغلوتاميت الغلوتاميت راح أعطاني ألفا كيتو غلوتريت البايروفيت بالنهاية الغلوتاميت في النهاية 충Ne وغلوتاميت يتحول إلى ألفا كيتو غلوتريت كلهم بعطيني غلوتاميت فهنا لو أحفز هاي الأنزيمات راح أزيد عندي الغلوكوز التلقائي وتخيل أنا لسه مش بس محفز هاي الأنزيمات اللي بتعطيني محفز غلوكونيوجينس أصلا فتخيل أنا زدت محفز وزدت العملية يلا اللحق الجلوكوز فالجلوكوكورتوكويتس بيخرب مستويات الجلوكوز في الدم واعطيتكو يا سؤال وهاي فري امبورتنت جنرال الميثود ترانز دي امينيشن حكينا عنها بالتفصيل مافيش كل مناصة حكينا ببلش ترانز امينيز في السايتوسول بعدها بروح على المايتوكندرية عن طريق الاليجلوتاميت دي هيدروجينيز بحوله لاليجلوتاميت لاماينو جلوتريت والاماينو جلوتريت عن طريق الهايدروكسيليز استلقائيا رح يصير الفا كيتو جلوتريت وبطلع الان اتشي 3 الان اتشي 3 على اليورية حكيناها مفيش كلمة نقصة هاي ها صورة هاي برضو بتوضح لي اي اما هيا الفا قلنا هذو من ثبته غلوتاميت الفا كيتو غلوتاميت الفا كيتو غلوتاميت بيسلم ال NH3 بيصير غلوتاميت اي اماينو اسد هيعطين ال NH3 للالفا كيتو غلوتاميت وهذا ايش كورسبوندين كيتو اسد سواء بايروفيت سواء اوكزاليت ومعنى ذلك غلوتاميت شو رح سويه رح يروح وين ترانسبورتد فرم تيشو توليفر او من السايتوسول للميتو كندريا لانه القل لجلوتاميت هدرجينيز بس فيصير في الميتو كندريا بس بصير في الشركة في الليفر فمرات هاي عملية بتصير برا الليفر وانا بامسك القلويتاميت بالمليتو كندريا او بامسك القلويتاميت مين اليànhяч hustle بالشكل كويس اللي هو ال LIVER وادع الليلي ها الميتو كندريا تحت LEVER اهم اشي الميتو كندريا سواء برا الليفر او في الليفر ولكن مين لي في الليفر لانه هيحكيها هوا الكلوتوميت دي هLouis برايمرلي found again the liver اشياء GPS فغالبا بودى ممكن تصير في Tissue الحكي اللعنس الصل Sail فهي بوت دي الصل الصل لматو طلب مستي Abend الليبر مباشرة بمسك الغلوتاميت بحاوله لا بالنهاية بالنهاية لالفا كيتوغلوتريته تمام عن طريق الغلوتاميت دهتروجينيز والمאל في خطوتين وستخدام الثبلوطس وابعطيني الثا كيتوغلوتريت وهاي الآن اتش ثري. وين بتروح قلنا بتروح على اليورية تروح على اليورية ومن اليورية لليورل تمام. اخر سلايد معنا في المحاضرة اخر سلايد معنى في المحاضرة ت Programmant Alpine Acid GM law 1. specifically methods احنا حكينا الـ General method تمام؟ هسا خلنا نشوف الـ Specific شو هم الـ General Deamination أو Trans Amination واذا دمجنا الـ Deamination مع Trans Amination بتصير Trans Amination بالأول في الـ Cyto Sol بعدها من روح على الميتو كاندريا بنعمل Deamination فشو سميناها العملية Trans Deamination اذا اذا صار الـ Deamination لحالها بنسميه Deamination اذا صار Trans Amination لحالها بنسميه Trans Amination اذا صار Trans Amination في الـ Cyto Sol ودناها على الميتو كاندريا في الـ Liver وعمل لي Deamination اسمه Trans Trans Deamination طب خلنا نشوف الـ Specific احنا خلصنا ايش الـ General الـ Specific طاله كم واحد تسعة شوف شو بنا نركز هذا كله طبعا ايش هذا كله رح ناخذ بـ Part 2 بالتفصيل هذا كله رح ناخذ بـ Part 2 بالتفصيل بس خلنا نحكي على السريع Glycine Cleavage System مظل بيشتغل على الـ Amino Acid اسمه ايش اللي هو اسمه Glycine اللي هو الوحيد اللي ملوش ايش اللي هو الوحيد اللي ملوش Optical Activity الوحيد اللي ملوش Optical Activity فمدام ملوش ايش ايش بيكون نقول له Specific هو مختلف عنهم فبديكون نقول له Specific ايش تخلص منه فطريقة Specific طيب Glycine Cleavage System رح ينتج عندنا تيتراهايدروفوليت بس اعرفوا لي انه رح ينتج عندنا ايش اسمه تيتراهايدروفوليت رح نشوف بالتفصيل بعدين Glycine Oxidase Oxidase يعني اكسدي لـ Glycine بس Specially لـ Glycine بحتاج الفاد تمام بحتاج كيمين الكوفاكتور بتاع Glycine Oxidase الفاد تمام شو بنتج مش مهم كثير رح تشوفوا بعدين السرن مهم تعرفوا ان السرن بعطيني بايروفيت تمام السرن بعطيني بايروفيت آآ سستين دي سالف هايدريز دي سالف هايدريز يعني بنزع سالفر جروب من السستين سستاين او نحكي سستاين بينزع السالف هايدرينها او سالفا سالفا جروب من ايش من السستان دي سالف هايدريز باده باردوكسيا الفوسفيت ايز كإنديوسر للانزاين باردوكسيا الفوسفيت حكيت لكم يا وين؟ في الترانس امنيشن هاي فقلت لكم هذا البردوكس فويا ظلو يتكاثر معنا إذن رح يظلو يتكاثر ميش يتكاثر رح ظلو يتكرر فإذن تكرر معنا في الترانس امنيشن ري اكشن وبرضو رح نواخذ في الاسبيسيفك تحويل السيستاين دي سلف هايدريز بنزع السلف هايدرالي جروب من السيستاين عشان يعطيني بايروفيت عن طريق بوجود مساعدة البردوكس الفوسفيت مشتقة البي سيكس فايتامين بي سيكس طيب تمام تمام طيب هذول بعدين رح نحكي عنهم رح نحكي عنهم رح نحكي عنهم نيجع على الهايدروليتيك دي امينيشن دي امينيشن نزع الاماين كنا نحكي جنرال دي امينيز انزائي محكينا عنهم قبل شوي طب فينا سبيسيفك دي امينيز لهم الكلوتامينيز واسبرجينيز يعني الاشي اللي بيكسر الكلوتامين واشي اللي بيكسر الاسبارجين اذا الكلوتامينيز يعني الاشي اللي بيكسر الكلوتامين والاسبارجينيز اسي اللي بيكسر الاسبارجين الكلوتامين اللي رح عطين الكلوتاميت والاسبارجين رح عطين الاسبارجين رح عطين الاسبارتات الريدكتف دي امينيشن ريدكتف يعني بيصير ريديوس ريدكتف دي امينيشن دي اكتعرفوا انه بيصير في الانتستينال ايش اللي هو باي the action نحو تسما seventh bacteria. يعني مش عنا احنا في القالماء الشاي اسمه normal يلا نحكي وكيio هيا normal flora. normal flora يعني بكتيريا عايشة طبيعياً في McCr ACGNg. مش عنا البكتيريا الساكنة طبيعية ذكرين في мнحياء توجيهي. كنا نحكي من خطوط الدفاع الجهاز المعدة باكتيريا الساكنة طبيعياً على الجد. البكتيريا اللى الساكنة طبيعية في الجهاز الهضمية. طب عندي في المع diye باكتيريا الساكنة طبيعية. انها تتراهايدروفيلات، الاكسيدياز بيستخدم الفاد بلس كأيش كوفاكتور السيرين ديهايدراتيز يعني بنزع مي اللي هو رح حور السيرين لبايروفيت عن طريق نزع المي، ديسالفاي دريزي بنزع السالفا جروب من السيستاين رح طيني السيستاين للبايروفيت وعن طريق البرادوكسيا الفوسفيت كعامل المساعد اللي هو بي سكس مستحقت الفيتامين بي سكس الهايدروليتيك دي امنياشن اللي هو بعمل لدي امنياشن اللي هم للغلوتامينيز والأسباريجينيز يعني بيكسر الغلوتامين وبيكسر الأسباريجين غلوتامين بيصير غلوتاميت والأسباريجين بيصير أسبرتيد ردكتيف دياميناشن اللي هو باي the action of intestinal bacteria رح تعملنا ردكتيف دياميناشن اللي هم النورمال الفلورو بنسميهم والباقي رح نحكي عنه بعدين synthesis of non-essential amino acid the text for this section will be here soon يعني part 2 سامحونا نتأخرنا عليكم ولكن الظروف وبعد المد وعلينا ضغط يعني الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته